هذا وقد وجه الرئيس السيسي بتطوير منطقة الروايسات والمناطق المجاورة ضمن الأعمال الإنشائية الجارية بالطريق الرئيسي لمدخل مدينة الشرم الشيخ حتى المطار مشيرا إلى الانتهاء من شبكة الطرق في سيناء سواء كانت للتنمية العمرانية أو السياحية أو الزراعية خلال عامين وذلك لدفع عجلة التنمية في شبه جزيرة سيناء أنا بس هتكلم على نقطة كان في الروايسات أنا مش عارف برضو يا أهاب أنت كنت شغالين وأنا قلت لكم الحكاية دي قبل كده يا أهاب أنا قلت لكم الحكاية دي قبل كده لما كونوا شغالين جنب حتة ما تسيبوش المناطق اللي جنب منها هنا هتقول يا فن ما في المحافظة وبتاعها ماشي ما حنتحسب لكن أنا النهاردة كنت بعمل بتعمل الطريق الرئيسي اللي هو بتاع من مدخل شرم الشيخ لغاية المطار تقريبا طيب وانتوا خلصتوه أو قربتوا تخلصوه لما كنتوا دخلتوا على الروايسات وإيه حاضر مش بس الطرق لا مش بس الطرق شوفوا الصرف الصحي ما احنا حياة كريمة ممكن نعملها كده دكتور مصطفى شوفوا الصرف الصحي بتاعها حاضر شوفوا الميت الشرب اللي بتخش لها وبيت الأمور الأخرى اللي ممكن نعملها للناس ده قرية كلها خمس تلاف وبعدين ده من حساب الطريق حاضر أيوة هاب يعني يعني ده يعني ما دخلت جوه الحقيقة يعني قلت بقى نحنا موجودين جنبهم ومش عارفين نخدم الناس بشكل كويس حاضر ما يفوتكش الحيطة دي ولا أي حد كلام دليلنا كلها يا دكتور مصطفى موسيقى 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 شكرا